في الثاني والعشرين من فبراير من كل عام تحتفي المملكة العربية السعودية الشريقة بذكرى يوم التأسيس باعتباره تاريخا مضيئا في سماء تأسيس الدولة السعودية الأولى والبنة القوية التي قام عليها بناء الدولة الحديثة نعم يوم التأسيس السعودية الذي شهد تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية وتحديدا في عام 1727 يقف على شواهد واضحة تسرد حكايات من النجاح لها فصولها الحضارية والتاريخية والثقافية هو اليوم الذي تولى فيه الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية وكان ذلك في النصف الثاني من عام 39 ومئة وألف هجرية ليتم حينها تحديد الثلاثين من جماد الثاني من العام نفسه والموافق ليوم الثاني والعشرين من فبراير 1727 ميلادية تاريخا مضيئا في سماء تأسيس الدولة السعودية الأولى هذا اليوم الذي يعد مناسبة وطنية خالدة وذكرى عزيزة على قلب كل مواطن سعودي الذكرى التي سطرت أولى الأحرف لصفحات تاريخ تليد مشرق تفخر بفحواه المملكة العربية السعودية الشقيقة وتعتز بعناوين فصولة التي كانت سببا في تشكيل العمق التاريخي والحضاري والثقافي لكيان مملكة عصرية هان الصعب عليها واستقر المجد في جسدها ملازما إياها وباثا الروح في كل ركن من أركانها وقطاعاتها الحيوية التي تحقق يوما بعد يوم إنجازات عديدة تجبرك الوقوف عندها يوم تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة وبعدما أقر بأمر ملكي من لدني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جاء بهدف توجيه الوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين والاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية والتأكيد على أوجه الارتباط الوثيق الذي كان وما يزال بين المواطنين السعوديين وقادتهم والذي تكفل بصمود الدولة السعودية الأولى والتعاضد بالدفاع عنها أمام الأعداء لتستعيد قوة جذورها لتستمر الشقيقة الكبرى وبكل ما أوتيت من قوة نحو الحفاظ على وحدتها الوطنية التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود لتتهادى بجناحيها ماكثة ليرى البناء والتطور ويلمس الاستقرار والأمن على مدى عقود من الزمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر